موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التنمر حالة انتشرت بشكل كبير بالمجتمع العراقي حتى صار البعض يتخذها اسلوب للتكسب والبعض يتخذها اسلوب للشهرة التنمر تعدى هذه الحالة حتى وصل إلى أداة للتسقيق بين الناس بل وبين السياسيين إذا أراد أحد يسقط الآخر اسلوب التنمر موجود ومأجورية التنمر موجودين وتعدى ذلك حتى صارت تنمر أداة بيد دول تحاول تنفيذ أجنداتها من خلال إيجاد شخصيات عرفت أو من خلال إيجاد برامج متخصصة بهذا المجال هذا اليوم نبحث هذا الموضوع المهم من جوانبه الشرعية مع سماحة العلامة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية أرحب بكم أجمل ترحيب وأرحب بضيفي سماحة السيد حياكم الله سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا نعم سيدنا إذا كنت تسمعني سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وساكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال سيدنا نذهب إلى فاصل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وساكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم فاصل ونبدأ ابقى معنا الصوت يوصل لمرتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدنا العزيز كثير من الاخوة عندما عرفوا اليوم لقائي بسماحتكم حملوني سؤال مهم واخذ مساحة في مواقع التواصل الاجتماعي لكن ان امكن نجيب عنه الان وبعده ان شاء الله نبدأ بموضوع الحلقة سيدنا الاخوة حملوني سؤال هو عن موضوع الشور ما هو رأي سماحة سيد المرجع بهذا العزاء قبل البدء طبعا عذرا وكا خارج موضوع الحلقة لكن هذا امانة حملتها بسم الله الرحمن الرحيم في واقع الحال فيما يرتبط بالاستفتاءات الشرعية من المرجعية الدينية لا بد ان يوجه هذا السؤال الى مكتبه الكريم والرجوع الى الموقع الرسمي لسماحته لمعرفة رأيه في المسائل المختلفة ولفضيلته الكريمة رأي واستفتاء وقد اجاب عليه بانه مع كل الشعائر الحسينية التي تعارفت منذ زمن بعيد وله رأي فيما يرتبط بالممارسات العزائية فانه في واقع الحال يدعو المؤمنين الى الالتزام بالشعائر والممارسات والعزاء الذي توارثه المؤمنون عبر عصور وقرون ويمكن للمؤمنين الرجوع الى موقعه الكريم والبحث عن الاستفتاءات المختلفة حول الشعائر الحسينية وان شاء الله تعالى الاخوة يرجعون الى الموقع والى المكتب لفهم رأيه التفصيل في هذه الأمور البيانات التي صدرت مؤخرا هل هي صادرة يعني بيان قرئة في العتبة عن طريق بعض الاخوة هل في العتبة العلوية أتحدث هل هو صادر من مكتب سماحة السيد هل يمثل سماحة السيد المرجع أم هو يمثل موكب معين وجمهور من الجماهير معينين أخينا الكريم ما يصدر من المرجعية الدينية لا بد أن ينعكس من موقعه الرسمي ومن مكتبه الرسمي ومن الممثلين الرسميين والوكلاء المعروفين أما ما يلقى في المواكب والمحافل والمنتديات إنما هي تعكس وجهة نظر القائمين على تلك المواكب وما قرئ أو ما ألقي في الصحن العلوي الشريف إنما كان بيان لمجموعة من المواكب الحسينية في النجف الأشرف ولا تمثل المرجعية بأي شكل من الأشكال ولكن هذا علي حال هواجسهم وتخوفاتهم ووجهات نظرهم فيما يرتبط ببعض الممارسات التي تصدر من هنا أو هناك فيما يرتبط بالعزاء الحسيني بشكل عام جيد شكرا جزيلا لكم سماحة السيد لهذا الإضاح نبدأ إن شاء الله بمحور هذه الحلقة على بركة الله سيدنا التنمر ظاهرة بدأت تنتشر وأخذت مساحة كبيرة وبرامج وضعت لهذا الخصوص مرة لتسقيط الديني مرة لتسقيط السياسي مرة لتسقيط شخصيات دينية بارزة مهمة ومؤثرة في المجتمع العراقي ما مدى خطورة هذه الظاهرة وهل تعد هذه الظاهرة تدخل في دائرة الغيبة أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أبين أمرا مهما فيما يرتبط بمصطلح التنمر مصطلح التنمر يظهر ليس مصطلحا صادرا من الوضع الإسلامي أو ليس صادرا من الدائرة والثقافة الإسلامية إنما هو مصطلح عرب من قبل المعربين لمصطلح وارد من الثقافة الغربية والثقافة الغربية تعبر عن السورة والاستهزاء ونوع من العليل بالطرف المقابل بالسخرية منه والتعليق عليه ونوع من الحط من قدره بسبب شكله أو بسبب وضعه أو بسبب بعض صفاته فهم يسمونه تنمر وهذا ليس مصطلحا إسلاميا بل المصطلح الإسلامي يختلف اختلاف جوهري التنمر في المصطلح الإسلامي هو في الواقع مأخوذ من النمر والحيوان الذي له حالة من الشجاعة والهجوم والاقتناص وعدم التردد هذه حالة في واقع الحال جيدة بالنسبة للإنسان المسلم في قبال الغلط وفي قبال الباطل حتى أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوصف في بعض النصوص وفي بعض الزيارات المنصوصة والمخصوصة له أنه كان متنمرا في ذات الله متنمرا في ذات الله باعتبار أنه كان شجاعا وكان مقداما لا يخاف ولا يتردد في أمر الله سبحانه وتعالى فالتنمر بحسب المصطلح الإسلامي أمر طيب لا نريد به ذلك المصطلح الوارد المصطلح الوارد يعتبر أن التنمر هو الاستهزاء فنحن نريد أن نصحح هذا التعبير وهذا الإصطلاح الإصطلاح الديني والإصطلاح المعرفي التنمر بمعنى الاستهزاء والسخرية أن تسخر من شخص وأن تستهزئ به تسخر من وجهه تسخر من خلقته تسخر من صفاته تسخر من تعاملاته هذه السخرية في واقع الحال هي التي نهى الله عنها في جملة من الآيات الكريمة في سورة الحجرات رب العالمين يبين عدة صفات غلط يقوم بها الناس منها الغيبة ومنها السخرية ومنها الاستهزاء فإن هذه القضايا كلها مرفوضة لا يسخر قوم من قوم سليماً قد يحمل كفاءات عالية قد يحمل علماً وافراً وأنت على حال قد تكون فاقد لتلك الخصوصيات فالعاهة البدنية والعاهة الجسدية والمظاهر الخارجية هي ليست مقاييس لباطن الإنسان ولشخصيته فالاستهزاء بالشخص والسخرية منه هذا من أشد المحرمات عند الله سبحانه وتعالى ولكن هل يعد ذلك غيبة؟ لا ليس له ربط بالغيبة الغيبة مفهوم آخر وهو كما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذكرك أخاك بما يكره فهو غيبة أن تذكر الآخرين الغائبين عنك الغائبين عنك تذكرهم بما يكرهون فهو غيبة أما حالة التنمر أن أنت في واقع الحال تستهزئ بشكله أو تضحك على مظهره أو تستخف بوجهة نظره هذا يسمى تنمرا ولكن هذا يمكن أن يكون وجها لوجه وقد يكون الشخص الآخر المستهزئ به وقد يكون حاضر وقد يسمع كلامك هذا في واقع الحال هي السخرية بعينها نعم يمكن أن يكون حالة الاستهزاء لشخص غير موجود نعم حالة الاستهزاء لشخص غير موجود فأنت بهذه القضية ستجمع ذنبين الذنب الأول غيبة لأنه غير موجود وأنت اغتبته اغتبته بعدم حضوره ثانيا الذنب الآخر وهو سخرية أنت تسخر به وهو غير موجود فسخرية وغيبة سخرية وغيبة أما الغيبة بحذ ذاتها أن تتكلم عن شيء صدر منه أو يقع منه وفي واقع الحال تريد الاستنقاص منه تلك غيبة نعم أما أنه تسخر من خلقته أو تسخر من شأنه فهذا استهزاء وقد يجتمع الاستهزاء مع الغيبة كما ذكرت لكم آنفا سمحت سيد هناك بعض الشخصيات المدفوعة من قبل دول أو جماعات وضعت برامج للسخرية من رموزنا وشخصياتنا وعلمائنا وهذه الشخصيات التي اشتهرت بالاستهزاء والسخرية أو ما يعرف اليوم بالمصطلح الصوت يتخطى لو سمحت تنمر نعم أكرر السؤال اسمح لي أن أكرر السؤال سماحة سيد لو تسمح أعيد السؤال حتى يتضح السؤال عند المشاهد وعند سماحتكم هناك شخصيات دفعت من قبل أحزاب أو جهات أو تيارات أو دول لعله تقف خلف هذه الشخصيات وضعت لها برامج للتنمر ما يعرف بالتنمر مجازا للسخرية أو الاستهزاء بشخصياتنا ورموزنا ومثاباتنا الدينية وغير الدينية هذه البرامج اشتهرت وأخذت مساحة في المجتمع العراقي ما حكمي أنا كيف أتعامل مع هذه الشخصيات وكيف أتعامل مع هذه البرامج لا سيما هي تستهزئ برموزي وشخصياتي ومثاباتي في واقع الحال أخي الكريم ما يرتبط بالاستهزاء والسخرية من الشخصيات التي في واقع الحال قد تكون على قسمين مر الاستهزاء والسخر والتنمر بالنسبة للمقدسات وإدخال القضايا المقدسة والدينية ويصير حالة من الاستهزاء فيها والسخرية منها وهذا بحث في محله أنه لا يجوز ذلك بأي شكل من الأشكال أما الحالة التي جنابكم ذكرتوها وهي أنه التنمر والاستهزاء بالشخصيات العامة شخصيات الاجتماعية السياسية الدينية وثمين برامج معروفة ولها وعلي حال متابعون كثر هذا في واقع الحال يمكن أن نتحدث عن هذه القضية في النقطة النقطة الأولى كيف أسمح لنفسي أن أتابع برنامجاً يتعرض إلى الآخرين بالسخرية والاستهزاء والاستخفاف وهذا في واقع الحال لا يقبله الشرع على أنه تسمح لنفسك على أن يتعرض إلى أشخاص هم مهما كانوا سواء كانوا شخصيات سياسية أو شخصيات عامة أو شخصيات اجتماعية دينية عشائرية بغض النظر عن كل هذه العناوين لا يسمح الشارع المقدس ولا يسمح الإنسان المؤمن لنفسه أن يستمع إلى شيء فيه وتسقيط والاستهزاء والاستخفاف بالآخرين لأنه إذا سمحت لنفسي ذلك بالنسبة لغيري فكيف أسمح ذلك يوم من الأيام يكون لي أنا أمير المؤمنين له كلمة لولده الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول يا بني أحبب لأخيك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها أنا عندما أكره لنفسي أن يستهزأ بي ولا أقبل على أن يتعرض إلى شخصيتي على الملع العام سواء ببرنامج على السوشال ميديا أو على شيء من هذا القبيل كيف أقبل لغيري إذا هذا أمر أرفضه لنفسي لا بد أن أرفضه لغيري الشيء الذي لا بد أن يلتفت إليه المؤمنون أنه لا بد أيها الأحبة أن نضع أنفسنا مقياس في كل ما يقال هل أقبل الأمر لنفسي فإذا قبلته لنفسي فأقبله من غيري وأقبله على غيري وإذا لم أقبله لنفسي ولا أرتضيه لنفسي فكيف ترتضيه لغيرك هذا الأمر الأول الأمر الثاني للأسف الشديد مجتمعنا لوجود ثقافة التفاهة وثقافة نعم يبدو أن الاتصال غير مؤمن بشكل جيد مع سماحة السيد رشيد الحسيني زميلة المخرج نرجو تأمين الاتصال بشكل جيد مع سماحته لأهمية الموضوع ولحساسية الموضوع ولأن الموضوع أخذ مساحة كبيرة حقيقة في المجتمع العراقي وكما ذكرت في بداية هذه الحلقة أنه أصبح أداة بيد العدو أصبح أداة للتسقيط الاجتماعي وأصبح أداة للتسقيط السياسي ومع الأسف هذه البرامج مثل ما وصفها سماحت سيد قبل قليل برامج عفوا تافهة وتساهم في تدفيه المجتمع وتسطيح المجتمع فينبغي أن يتصدى لهذه البرامج قبل فترة قامت وزارة الداخلية مشكورة بمحاربة المحتوى الهابط فلابد للوزارة العزيزة وزارة الداخلية أن تلتفت التفاته جيدة وجادة وحقيقية إلى البرامج التي تحاول أن تسخر من الرموز وتحاول أن تسخر من الشخصيات وهذه البرامج ليس بالقليل وليس بالمحدود وأخذت مساحة وهناك من يقف خلف هذه البرامج حقيقة وهناك إعلاميين وقنوات إعلامية صفراء بل وسوداء أيضا تقف خلف هذه البرامج الهدف منها تسقيط الرموز والمثابات ومثابات لا يمتلك مثال سوى ذاك المثال عفواً التافه الذي صنع صناعة جيدة في الخارج ثم جاء للعراق أو صنع في العراق وأظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا اليوم نتحدث عن غياب الشخصيات الفكرية والعلمائية والشخصيات العلمية عن مواقع التواصل الاجتماعي أنا حقيقة أجريت استقراء بسيط أنه الآن من الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي على التيك توك وغيره خصوصا التيك توك هذه المنصة التي نسأل الله أن تتوقف عن البث وتحجب عن العراق لا أقل يعني هذه المنصة من الذي اشتهر عليها؟ هل اشتهر عليها الشخصيات العلمائية؟ اشتهر عليها الشخصيات الفكرية؟ الشخصيات الدينية التي لها باع و لها فضل و لها تأريخ علمي حقيقة إلا القليل من هذه الشخصيات التي عرفت و إلا اليوم نتحدث مثلا عن كبار علماء النجف الأشرف حقيقة لا وجود لهم على مواقع التواصل الاجتماعي هذا مو العيب بالعلماء العلماء موجودين و يطلون درس و يتواصلون و قواعدهم الاجتماعية و يتواصلون و يناسهم و لكن المشكلة بمواقع التواصل الاجتماعي اللي ترفع البعض و تضع البعض الآخر لذلك أقول لا بد لنا من أن ننتبه إلى ما يطرح علينا و إلى من نصغي القرآن يتحدث و بشكل صريح من أصغى إلى عفونا النبي صلى الله عليه و عليه يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله و إن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان لذلك هي دعوة أخوتي أن ننظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و واتساب تيك توك غيرها من المواقع أن ننظر المتحدث ماذا نتلقى كل مسلسل كل برنامج كل دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن رسالة و أنت عندما تصغي تصغي إلى هذه الرسالة فلينظر الإنسان القرآن يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه لا يقصد فقط الطعام المادي بل الطعام المادي و المعنوي خل الإنسان ينظر إلى علمه و معلوماته و معرفته و ينظر إلى من من يتلقى علمه فإن كان يتلقى علمه من شخص ينبئ و يتعدث عن ما تريد السماء عن ما يريد الله فقد عبد الله و إن كان يصغي عن ما تريد أمريكا و إسرائيل و ما يريد الشيطان فقد عبد الشيطان هذا الموضوع أرجو أن يؤخذ على عين الاعتبار و أن ننظر بشكل عام إلى أسرنا و إخواننا و أحبائنا و أصدقائنا وين جاي باوعون و وين جاي رحون أي المسلسلات لا سيما في شهر رمضان المبارك هذا الشهر الذي أعتقد أنه بشكل أو بآخر هذا الشهر سرق مننا فعلا شهر رمضان سرق من عندنا سرق بطريقة يعني إيجاد زخم كبير على من المسلسلات و البرامج اللي من شأنها أفرغت شهر رمضان عن محتوى و استبدلوا المحتوى العبادي و الإلهي و المعرفي و الديني بمحتوى عفوان تافه و هابط يطرح من خلال بعض القنوات الصفراء أحبتي كان بودي أن أواصل هذا الموضوع مع سماحة السيد لأهمية الموضوع و لخطورة الموضوع و لتماس الموضوع مع ما يجري في الشارع العراقي و ما يخطط للشارع العراقي و ما يريد يراد أن يصار إليه الشارع العراقي ولكن ضعف الاتصال على أمل أن أوفق أن أطرح هذا الموضوع مع سماحة السيد في حلقة أخرى أحبتي إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شكرا لكم لحسن الزاء و حسن المتابعة على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة إلى ذاك الحين سأدعكم الله و السرعيكم في أمان الله و أحمد الله اشتركوا في القناة